عادل هناك تظارف التصاريح اللي قاعد يقولها منشين يعني مثلا منشين يقول لعبين واعدين يعني كل اللعب اللي موجودين في المنتخب يشاركوا في 2022 يشاركوا بعد 22 مباشرة المونديال التصفيات التصفيات مش المونديال ما عدا مسعب الجوير وريان حامد اللي هو جاي منتخب الشباب ورديف يعني رديف مشارك في كاساسيا صحيح رديف عنده استدعاءات سابقة للمنتخب لا لا وفي كاساسيا مسجل هو اللي مسجل في كوريا هذه الأشياء برضو يعني هل هي من الضعف الإداري من الضعف يعني خلنا نعدد خلنا نعدد المنتخب العويس واليامي من زمان في المنتخب يعني باستثناء الكسار اليوم ولاعب واعد هات 30 سنة ولاعب واعد تأخذوا من الظاهر اليميني للظاهر اللي صار من سلطان الغنام ومرورا بسعود عبد الحميد إلى جامي كنتم بكتي وعلي بلايهي وصولا إلى حسن كادش كلهم يشاركوا من 2017 18 في المنتخب 18-19 سنقول لا 19 عشان ما يستدعون من باستثناء البلايهي اللي يستدعى من قبل صحيح الوسط كلهم يستدعون من قبل صحيح طب هناك معلومات مغلوطة قاعد يصرح بها المدرب في مؤتمراتها الصحفية من السبب فيها؟ أنا برأيي أن أولا بصراحة أنا أقول أنه هو المسؤول ليش؟ أول شيء تبحث عن المعلومة أول ما تأتي لازم تشوف فيديوهات كثيرة ومباريات كثيرة للمنتخب اثنين متابعة المباريات المحلية ثلاثة أيضا التواصل بين الجهاز الإداري والمدرب بصراحة مفقود أو في فوقية من أحد الطرفين وبالتأكيد الفوقية جاية من منشيني يعني بالتأكيد يعني مو بقادر أن يرى أن هذا مسؤول أمامي في الأخير ترى منشيني أنت موظف في الأخير رئيس الاتحاد مدير يعني أنت موظف علاقتك تعاقدية خلينا نقول نعم علاقتك تعاقدية يعني ممكن أنت تجمل الكلام يعني أنا أعترف أنه لا لا ما فيه شيء كل أي واحد عنده عقد هو موظف بتال أنا رأيي أنه من يبحث عن مبررات والله يا بتال أنا ما شفت مدرب ما شفت مدرب ينتقد لعيبته بهذه الطريقة أو الطريقة أو العدد أو الظروف أو يفاخر أنا عندي تصدق كل الأمور طيب مش هتعندي إلا مبارات كوريا حرجنا بركلات الترجي ترجمة نانسي قنقر